قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية السماحة لشركات الخدمات المالية بالعمل عن بعد وتداول عبر الإنترنت وفقا للضوابط والمتطلبات الفنية هيئة الأوراق المالية أوضحت في بيان صحفي أن هذا القرار سمح فيه فقط في الحالات الاستثنائية والطارئة الناجمة عن الوضع الوبائي شريطة حصول الشركة على موافقة الهيئة وتحقيقها لكافة المتطلبات والضوابط الفنية المتفق عليها من الهيئة وبورصة عمّن وأكدت الهيئة أن الشركة التي ستمنح الموافقة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة بياناتها وبيانات عملائها وأنظمتها وعليها تقديم تعهد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرض الأجهزة المستخدمة من قبلهم لسوء الاستخدام أو الاختراق وضمان عدم وصول الموظفين لأنظمة الشركة عن بعد باستخدام وسائل وطرق اتصال غير آمن وتحت طائلات المسؤولية